السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما سمعتم وهناك الكثير من سمع برانسوموير وانا كراي طبعا هذا الرانسوموير يستغل ثغرة موجودة في الويندوز وبالتالي فهو يحاول أن يقوم بإقفال حاسوبك وطلب منك مبلغ مالي يجب عليك تسديده هذه نوعا ما نبدأ عن هذا الفيروس هذا الفيروس شكل الحدث منذ يوم الجمعة وإلى حدود تسجيل هذا الفيديو لدرجة أنه في المغرب الآن مديرية الأمن الوطني قامت ب إرسال بلاغ ونشر بلاغ حول خطورة هذا الرانسوموير على العموم هناك حل يمكن أن نقول أنه حل جزئي لإيقاف هذا الرانسوموير ولكن للأسف أن هذا الرانسوموير يمكن أن نجده يعني بعد ساعات بأشكال أخرى وبأسماء أخرى لأنه في الحقيقة لم يتم إلى حدود الساعة إيقاف هذا الرانسوموير يعني بطريقة مئة في المئة على العموم طريقة التي من خلالها نستطيع أن نحمي حواسبنا هذا الشرح ليس موجه للشركات فالشركات يجب عليها أن تقوم حالا بعمل يعني تحديث لنظام تشغيلها وإذا كنتم تستعملون نظام تشغيل قديم يجب عليكم تحديثه إلى نظام تشغيل حديث ويندوز عشرة بالإضافة كذلك إلى تتبيت آخر تحديثات الأمنية التي تصلكم من مايكروسوفت أما بالنسبة للأفراد العاديين مثلي ومثلكم فالطريقة هي بسيطة إذا كنت لا تستعمل خدمة لـ SMB فالطريقة بسيطة بإذن الله ستتوجه مباشرة إلى Start ثم تتوجه إلى Control Panel بعد ذلك تتوجه إلى Programs تنقر على Turn Windows Feature On Off ثم بعد ذلك تنتظر إلى حين أن تظهر مجموعة من الخدمات أنا شخصيا قمت بحد فيها لهذا لن تظهر على هذه الشاشة ولكن على العموم سأريكم مكان تواجدها إذن ستجدون Simple Network Management Protocol SMP ستجدون Simple TCP IP Server بلا 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 ثم بعد ذلك ستجدون SMB هنا موجودة في هذا المكان SMB ستقوم فقط بنزع الخيار عنها على هذا الشكل هذا الخيار تنزع لها ليس على Telnet Client أنا قمت بحث في SMB أصلا ستبحث عن كلمة SMB ثم انزع عنها الخيار بعد ذلك انقر على أوكي وهكذا سيكون حاسوبك محمي نعم فقط أما بالنسبة لبعض الإخوة الذين يستعملون Windows باللغة الإسبانية أو باللغة الإنجليزية فهناك تحديث يمكنكم تحميله من على هذا الرابط ليس تحديث عفواً هو عبارة عن أداة فقط تحميكم من هذا الفيروس فتنقر على No More Cry فقط ثم تشغل Run خلاص انتهى ف يعني بالنسبة إليك المشكلة حلت الآن فلكن هذه الأداة تعمل فقط مع نسخة Windows باللغة الإنجليزية كما هو الحال بالنسبة إليه وكذلك بالنسبة لنسخة Windows الإسبانية يعني من يستعمل اللغة أخرى فالطريقة الوحيدة هي أن يقوم بنزع الخيار على SMB وكما قلت الشركات ومن يستعمل SMB يجب أن يحدث Windows وتفعيل خاصية تحديد Windows لكي تستطيع حماية نفسك من هذا الرانسوموار فنرجو المشاركة على أوسع نطاق ونتمنى من الله الحماية حتى لا نتسبب أو لا يتسبب هذا الفيروس في كوارث هنا في الدول العربية إلى اللقاء